جنب مع قواتنا المسلحة الباسلة تقوم قوى الامن الداخلي بمهامها الوطنية بملاحقة فلول العصابات الارهابية التي عاثت خرابا في مدينة النبك حيث ضبطت قوى الامن الداخلي سيارات للارهابيين كانت تقل السلاح والذخيرة الى العصابات الارهابية كما داهمت احد اوكار الارهابيين وعثرت بداخله على مستودع للاسلحة والذخيرة قام ضباط وصف ضباط وعناصر منطقة النبك بملاحقة فلول الارهابيين المسلحين الذين كانوا يتواجدون في مدينة النبك وقاموا بتحري اماكن تواجدهم بالمزارع المحيطة بمدينة النبك حيث قمنا باحضار خمس سيارات موجودة امامنا حاليا كان يستخدمها المسلحون وهذه السيارات بعضها مسروق وبعضها مزور تحمل لوحات مزورة ومسروقة ضمن هذه السيارات تم ضبط مجموعة من ادوات اجرام المجموعات الارهابية مسلحها اولا عبو ناسفي كبيري زينة 30 كيلوغرام تقريبا تم تفكيكها من قبل وحدات الهندسي صواعق كهربائية تشتخدم لتفجير العبوات الناسفي عن بعد جهاز تفجير يشتخدم لتفجير العبوات الناسفي عن بعد عبوات الناسفي عدد كبير منها مصنع يدويا ومحاطة مجموعة كبيرة من البسامير للاحلحاق الضرر باكبر عدد من المواطنين قنابل يدوية هجومية قزيفة ار بي جي قزائف صاروخية مع الحشوات الدافعة لها كما ضبطت قوى الامن الداخلي وكرا اخر فيه كميات من الادوية والمعدات الطبية المسروقة من مشافي الدولة وفي المزارع المحيطة بالنبك عثرت خلال تمشيطها للمنطقة على وكر كانت العصابات الارهابية تتخذه مقرا لاجرامها كما تم ضبط كميات كبيرة من الذخيرة والاسلحة التي كان الارهابيون يستخدمونها في استهداف المدنيين